اشتركوا في القناة يؤثر العلاقات الدولية الحديثة نظرياً عدة نظريات أشهرها النظرية المثالية والنظرية الواقعية أو ما يعرف بالنظرية الكلاسيكية ترى النظرية المثالية أن للضامير الإنسان دوراً أساسياً في ضبط العلاقات بين الدول بضغط من الرأي العام العالمي ومن خلال القانون الدولي والمنظمة الدولية غير أن هذه النظرية لم تصمد في أي مرحلة من مرحل وتجاوزتها النظرية الواقعية السائدة في العلاقات الدولية أو ما يسمى the real politic قعد للنظرية الواقعية عدد من الفلاسفة الأوروبيين من بينهم توماس هوبس ونيكولا ماكياذيل وكلاوس فيتس وغيرهم وترى هذه النظرية أن السياسة عموماً وبالتالي العلاقات الدولية لا يمكن أن تقوم على أساس أخلاقي وأنه لا يمكن لأي تنظيم دولي أن ينازع الدولة في ضبط العلاقات الدولية وليس للدولة صديق دائم ولا عدو دائم وأن المصلحة الوطنية هي أساس السياسة الخارجية للدول دون أي اعتبار للأخلاق وأنه لا وجود للعلاقات الدولية إلا على أساس توازن القوة بما يفرض على الدولة تنمية قدراتها القتالية بشكل فاعل ومستمر والاستعداد لاستعمال القوة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية في حال تنقضها أو منعها من دولة أخرى إن هذه النظرية حاضرة في العقلية الأوروبية المشكلة للحضار الغربية منذ عهد النهضة والثورة الصناعية قبل أن تصبح علما مكتوبا يدرس في الجامعة إن البعد اللا أخلاقي الصريح لهذه النظرية هو الذي تسبب في إبادة السكان الأصليين في الأمريكيتين وجريمة العبودية في حق الأفارقة وإبادة قرابة 6 مليون جزائر طيلة الاحتلال الفرنسي وقتل أكثر من 80 مليون في الحربين العالميتين وقرابة 120 ألف قاتل بيقوم بولة هيروشيما ونقزاكي والعدوان على الأفغانستان والعدوان على العراق وإنشاء الكيان الصهيوني ودعمه للمحافظة على المصالح الغربية على حساب الشعب الفلسطين وغير ذلك من الجرائم وكذلك بسبب هذه النظرية الواقعية اللا أخلاقية بقي العالم في حال التوتر دائم وصراع لا يتوقف وأصبح حتى يشرع للتدخل في شؤون الدول لأسباب إنسانية مزعومة وكذلك ما يسمى بالحروب الاستباقية لحماية الديمقراطية والقيم الغربية بزعمهم مع ما نتج كل ذلك من انتشار واسع للفقر وانتهاك البيئة في الكون وإلغاء فعلي في أخر المطاف لما تبقى من رموز النظرية المثالية المتمثل في دور منظمة الدولية والقانون الدولي إن مما عمق المظالمة في العلاقات الدولية في الفترات الأخيرة خاصة أن المكون الرئيسي للعلاقات الدولية الذي هو الدولة لم يصبح هو الفعل الأساسي بل أصبح متحكما فيه من طرف ما كان يسمى في العلوم السياسية ما كان يسمى بالمكونات الثانوية ومنها الشركات العابرة القارات واللوبية المالية ومجموعات المصالح التي صارت تتحكم في الرأي العام والتوجهات الانتخابية بامتلاكها لوسائل الإعلام وأدوة تأثير أخرى الكثيرة كالسينما والمؤسسة التعليمية وغير ذلك حينما يتحدث المسلمون عن حقهم في الاستئناف الحضاري من خلال ممارسة السياسة بخلفية قرآنية إسلامية ترفع في وجوههم العديد من الشبهات الباطلة ومنها ما يتعلق بالعلاقات الدولية إذ يتهم الإسلام بأنه انتشر بالسيف وقهر الشعوب المغلوبة وفرض الجزية عليهم ظلماً هو في الحقيقة افتراء تكذبه وقاع التاريخ إذ كيف يمكن لدين أن ينتشر في كل أنحاء العالم في ربع قرن ويتحول سكان الدول المفتوحة قاطبة إلى مسلمين بعد نهاية الفتح دون أن ينقص من عددهم شيء بل يصبحون أنفسهم قوة بشرية إضافية كبيرة لنشر الإسلام في بلاد أخرى كما هو الحال أو كما كان الحال مع الأتراك في الأناظول وسكان الهند والسند والمغول حتى في آسيا الوسطى وهؤلاء جميعاً شكلوا دول إسلامية عظيمة وكذلك البربر في شمال إفريقيا إذ كانوا هم القوة العظمى لفتح الأندلس وشكلوا أشهر الدول الإسلامية في المغرب الإسلامي يمكن أن نجد مساحة مشتركة بين التوجهات الغربية والتوجهات الإسلامية في المبادئ الأساسية فنجملها في مبدأين أساسيين سيادة الدول والمعاهدات ولكن ربما بمقاربات تختلف إذ لا يمكن لدولة أن يتصرف في قرارها غير شعبها من خلال مؤسساته التمثيلية ولا يمكن التنازل عن جزء من حقوق الدول إلا في إطار المعاهدات والاتفاقيات التي تضمن الربح للجميع تقترب هذه المقاربة الإسلامية مع نظرية التكامل وهي نظرية أخرى من نظرية العلاقات الدولية وتسمى كذلك النظرية الوظيفية أو الوظيفية الجديدة وهي النظرية التي يعتمدها الغرب في العلاقات بين مكوناته الدولية والتي قام على أساسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلافاً لتعامله مع العالم الآخر ضمن النظرية الواقعية ومما يجب تأكيده وتوضيحه في هذا الشأن أن ما يضمن وجود عالم جديد يقوم على أساس التكامل والربح للجميع في المقاربة القرآنية هو اندراج مبدع السيادة ضمن مفهوم الاستخلاف المانع للطغيان والدعاء امتلاك الكون أو السيطر عليه إذا توفرت القوة وفق قولي سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كما أن الوفاء بالوعود واجب في حالة الغدر المؤكد أو الذي تأكدت أماراته وفق قولي تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقول سبحانه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين إن في الإسلام مبادئ معيارية يضبطها التوحيد الخالص والخوف من الله سبحانه وتعالى لكي لا تكون النظريات مجرد الدعاءات بما يجعل مطلب الاستخلاف ضامنا لصلاح النظام الكوني من حيث أن الدول مسؤولة على المحافظة على الكون ومنع الفساد والإفساد والإضرار بالطبيعة والإنسان وفق قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ومن مبادئنا المعيارية كمسلمين في العلاقات الدولية هو الوحدة الإنسانية بما يقتضي التواصل والتعارف والتكامل بين جميع المكونات البشرية وفق قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أبقاكم إن الله عليم الخبير وكذلك المساواد بين الناس من القواعد المعيارية مساواد بين الناس بنبذ التمييز بين الجماعات البشرية على أساس العرق واللون أو العنصر وتوفير العدل للجميع حتى المخالفين وفقا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شناءان قوم على أن لا تعدلوا اعدله أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملوا ولتحقيق هذه النظرية يتطلب من الدول الإسلامية أن تكون قوية في المنظومة الدولية ومن ركائز القوة بالإضافة إلى العناصر الذاتية كالجغرافي والسكان والموارد الطابعية ثمت القوة المكتسبة التي تقوم على توفر رشاد الحكم وصلابة الجبهة الداخلية التي يصنعها ثلاث شروط وهي العدل ضمن الحقوق والمواطنة وحسن المعيشة بتوفر التنمية بالاقتصادية علاوة على القوة العسكرية التي يجب أن تعظم إلى الحد الذي يمنع العدوان الخارجي ويؤهل لمنع الظلم في العالم وكل هذا سيوفر سياسة خارجية وطنية تساهم في تشكيل سياسة دولية عادلة ومتوازنة ومتكاملة ومن ركائز كذلك هذه السياسة الدولية الولاء والبراء بين المؤمنين بما يفرض تفضيل التحالفة النافعة بين دول المسلمين وفق قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وعدم معادات بعضهم بعضا وتحريم الاستعانة على بعضهم بعض بغير المسلمين أما بخصوص علاقة المسلمين بغيرهم فإن العلماء المتأخرين أراجعوا التقسيم التقليدي الذي يقسم العالم إلى دار إسلام ودار حرب ودار عهد ورجحوا أن العالم عالم واحد وأن السلم هو الأصل في العلاقات الدولية ما لم تحضر دواعي الحرب وأن الداعي الأساس للحرب هو الحرب الدفاعية ومنع الظلم العدوان بل إن هذا الاتجاه اعتبر أن الفتوحات الإسلامية في حد ذاتها كانت لمنع الظلم الذي كان شائعاً في زمن الإمبراطوريات قبل الإسلام وأن هدف تحرك المسلمين خارج ديارهم هو الدعوة إلى الله وتكريم الإنسان وما لم ينمنع الملوك والأباطر حرية الدعوة لم تحدثها كما حدث في أكبر بلد مسلم مثلاً وهو أندونسيا التي دخل أهلها الإسلام دون أن يصله أي جيش إسلامي والذين لم يقبلوا دخول الإسلام مع الفاتحين بعد الفتح من السكان الأصليين فهم لا يجبارون على ذلك لا يجبارون على أن يكونوا مسلمين خلافاً لما فعلته محاكم التفتيش في إسبانيا مثلاً أو ما حاولت فعله حملة الاستعمار أما عن الجزية التي نقرأ عنها في كتب الفقه في أضاع الدولية القديمة هذه الجزية التي يدفعها غير المسلمين فهي ضريبة في حقهم كمواطنين لخزينة الدولة التي تنفق عليهم إذ هم لا يدفعون الزكاة وكذلك نظير إعفائهم من التجنيد إن أرادوا ذلك وعلى هذا الأساس إن كان ولابد من تقسيم فإن التقسيم المعتمد عند العلماء المتأخرين هو دار الإسلام ودار الدعوة بأن تستقر علاقات السلم والأمن بين الدول ثم تتوفر الحرية لأصحاب الأفكار والديانات ويخلى بينهم وبين الناس ليدعو لديانتهم إن شاءوا بالحكمة والموعية الحسنة وبالحجة وبلا إكراه كما ذهب إليه الإمام أبو ظهراء وهي حالة غير متوفرة في العلاقات بين الدول الحالين إذ تقوم مجموعات التبشير المسيحي في بلادنا بحملة التنصير بخلفيات سياسية استخباراتية وباعتماد الإغراء المادي بكل أنواعه في الوقت الذي صارت تمنع فيها الدعوة في البلدان المسيحية تحت غطاء مكافحة الإرهاب بل يمنع الحجاب في بعض الدول كفرنسا بل يضيق على الدعوة في بلاد الإسلام ذاتها المستهدفة بحملة التنصير واللادينية أيها السادة والسيدات بهذه الحلقة نكون قد أنهينا برنامجنا في هذا الشهر الكريم تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير السلام عليكم اشتركوا في القناة